الترجي تونسي يسعى لحسم صفقتين جديدتين في المركات الصيفي يأمل مسؤول نادي ترجي رياضي تونسي حسم صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تازيزا لتشكيلته واستعدادا لبداية الموسم الكروي الجديد وبالذات قبل خفض النادي العاصم منافسات البطولة العربية للأندياء كأس الملك سلمان 2013 وكشفت مصادر خاصة لموقع وان وان إن مسؤول فريق الترجي الرياضي يسعون لحسم صفقة المهاجم الدولي التونسي هيتم جويني لتعزيز صفوف الفريق الأحمر والأصفر قبل بداية المشاركة في البطولة العربية وأكد المصدر ذاته أن فريق الملعب التونسي لا يمانع في تسريح مهاجمه للترجي غير أنه يشتري حصوله على مبلغ يقارب 500 ألف دينار تونسي 170 ألف دولار أمريكي مع الاستفادة من خدمة المهاجم محمد علي بن حمودة لبيع ما تبقى من عقد لاعبي الجويني والسماح له بالعودة إلى صفوف فريقه السابق الترجي في السياق ذاته اقترب محمد دوائل الدربالي لعب الأولمبي الباجي من التوقيع مع الترجي خلال المركات الصيفي جاري وحسب مصادر مقربة من أصوار نادي بابا سويقة فإن اللاعب الذي نشأ في صفوف فريق تولوز الفرنسي سابقا تفصله جزئية بسيطة عن حمل قميس بطل إفريقيا أربع مرات بعدما قدم مستوى كبير مع الأولمبي الباجي خلال الموسم الكروي المنقذي ومع منتخب تونسي للشباب في منذ الأورجنتين 2013 يذكر أن تونسي معين الشعباني مدرب الترجي طالب بتهزيز صفوفه بعدة لاعبين في مختلف المراكزة علما أن الفريق الأحمر تعقد في وقت صابق مع المهاجم أسامة بقرة ولعب الوسط حسام تقاء واللاعب الدولي لمتخب النيجر يوسف أمارو والمدافع الأيصر أسامة سهيلي شكرا